مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام مساء الخير إن شاء الله صحاب السلام للجميع طبعا لا نحن لا نقول للسلالة الجديدة أنه تفشت في العلاق لأنه واقع الزيادة لا يشير إلى وجود السلالة الجديدة مثل ما نعرف أنه سلالة جديدة ممكن سبب انتشار بنسبة السرعة أكثر بـ 70% من السابق وهذا لحد الآن صحنا صار عندنا زيادة لكن ماهو وصلت إلى نسبة السبعين بالمئة كزيادة هذه نقطة النقطة الثانية أنه هناك عدة أسباب ومن ضمنها المسار الوبائي لفيروس كورونا في العراق أخذ مسار منذ بداية شهر الشباط العام الماضي ووصل إلى ذروة في الشهر السابع وشهر الثامن وبعدها صار عندنا الانحدار فترة الانحدار كنا نحذر وكانت كل بيانات وزارة الصحة تحذر من وجود موجات أخرى ومن الممكن أن تكون الموجات في شهر الثاني أو شهر الثالث اللي هي بداية الوباء في العراق في ظل ما نراه من عدم التزام وعدم اكتراث بالطرق الوقائية والرسائل المرسلة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لا يوجد هناك التزام بالطرق الوقائية أصبح ارتداء الكمامات شبه معدومة ومعدوم من كل مرافق الحياة اللي نشاهده بالشوارع تجمعات موجودة بكثرة المجالس موجودة ترجمة نانسي قنقر